في سبتمبر سنة 2021 قالت دكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي إن نسب تعاطي المخدرات رجعت بشكل ملحوظ في السبع سنين الأخيرة بعدما كان عدد اللي بي تعاطوا في حدود 10 مليون مواطن بنسبة 10% من عدد السكان في الشريحة العمرية يعني سنهم من كام لكام من 15 ل60 سنة نزلت النسبة دي وصلت لحوالي 6% من عدد السكان يعني حوالي 6 مليون متعاطي أنا بتكلم على متعاطي مش المدمن بعدما كان عدد المدمنين حوالي 4 مليون مواطن في سنة 2014 وصل العدد لحوالي 2 مليون ونص في 2021 أكيد ده رقم حاله والنسبة بتقل وإن المعدلات دي تقل ده شيء إيجابي بس برضو تعالوا مفكر كده لسه عندنا 2.5 مليون مدمن منهم الإبن العاق اللي مبهد لهم وأبو منهم الأب اللي ضمر حياته وحياة أسرته والإدمان عملت دواير من بنات وشباب رفضين إن هم يشوفوا أهليهم في الوضع ده عايز أقول لكم إنه قبل ما نعمل الحلقة دي بيومين بس والله العظيم وشاهد على حل فاني بنت من البنات اللي بيساعدونا في الكوافار أو بيعملونا شعرينها أو بتساعدنا لقيتها بعتالي بتقولي أنا مش عارفة أعمل إيه أنا كل يوم بعيط أنا جوزت وما بقيتش في شغلي مش عارفة أساعد أهلي أخويا مدمن وأهلي مش عارفين يعملوا إيه ويام ما بقى قصص بنشوفها من دي كتير والله العظيم لو تشوفوا مأسويات وحاجات تقطع القلب حرام عليكم لو أنتوا دلوقتي بتتفرجوا وفيقين اللي بتعملوه في أهليكم واللي بتعملوه في نفسكم حرام عليكم اللي بنشوفه في عائلتكم حرام عليكم لو تسمعوا صوتها تتقطع قلبك يا أخي ودوريلي على حد العلاج الإدمان لو في بالمجان طب نعمل إيه وأصلا مش عايز يتعالج إحنا بنحاول أبفكر معاكو هو مش عايز يتعالج فإحنا في مشكلة ولازم كلنا نخب بالنا منها وأنا بقولك أهو وإحنا دلوقتي إحنا دايما بنعد نقول لو جوزها مدمن تتطلق لو بي تعاطى ما تتجاوز يهوش هتقولي ما إحنا كده مش نتجاوز لما يبقى بنتين بيبعتوا للبرنامج عشان إحنا نحاول نحلل لهم مشكلتهم أو بيعملوا جروبات على السوشال ميديا وعى الواتساب وعاديين مكسفين منا وليلة انتوا جدعان والكل بنت عايشة وأبوها مدمن أو أخوها مدمن وما نسقتش ورا الكلام ده أو حتى أخ مش قادر يسيطر على أخته انتوا جدعان أوعوا تنتحروا أوعوا تستسلموا والطبيعي أنتوا تبقوا وسطينا وندمكوا في المجتمع ونحاول نعمل دورنا ويا رب يكون لنا دور ويا رب نحاول نساعد بدا كاترة أو يكون عندنا مسحات ربنا يعفو عنا جميعا ترجمة نانسي قنقر